جاء لرؤيتك يا سيدي وأصر على انتظارك يا إخوتنا ليتكم لم تهدروا وقتكم الثمينة في انتظاري يمكنكم أن تعودوا إلى أشغالكم يا مولانا لم نرى حضرتك منذ مدة ولم نسمع نصائحك التي اعتدناها عندما وصل المغال إلى أرض روم لم نتمكن من النوم نحن بحاجة إلى نصح مولانا فالخوف يتملكنا قد يخفي ربكم نعما في الحزن وحزنا في النعم وما يجلب الموت قد يجلب الفرح والابتهال حتى وإن سفك المغول الدماء فلا تعلمون أي شفاء يحمل لنا هذا الألم ظهور الخوف في الأعين هو ظهور الله في القلوب فلننظر إلى قلوبنا ونتوجه إلى صاحب هذا الكون وإن كانوا يقتلون ويحرقون مدننا ألا نملك نحن القوة والعزيمة كي نرد ظلمهم؟ بالطبع نملك نحن لا نشهر سيوفنا عند الحنق والغضب نشهرها عندما تستدعي الحاجة ونرفقها برحمتنا وشفقتنا فماذا نجني من تدمير أنفسنا بالخوف؟ ارجعوا إلى أعمالكم وضعوا ثقتكم بربكم وعدالته حفظكم من الخوف وغمركم بالطمأنينة آمين صلاح الدين لنتقاسم ما لدينا مع إخوتنا الناجين من ظلم المغول جاهز ما لدينا من أرزاق لنأخذها في الغد ونذهب لزيارتهم يا مولانا لم يبقى لدينا سوى القليل لا تكفي حتى للتلاميذ لنقم بما يلزم حتى وإن تبرعنا بالقليل هل أنا مخطئ يا أبي؟ لم أسمع منك كلاما خطأا حتى الآن وإن شكك أحد بكلامك فأنا سأكفلك سيناسي وإن شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة